رح نعرض عليكم التطبيقية وقانون الاستثماء في اول لقاء رح نشرح تنفيذ العملية لانه كما سبق لي وقص هذا نزيد ونجيب ونكر عامين ونطقنا انه رح نبدأ ونستمع الى توصياتكم لاحظوا معنا انه مؤخرا تم اصدار نصوص تطبيقية الخاصة بقانون منح الشروط وكيفية منح العقار الاقتصادي موجه لمشاريع استثمارية نصوص تطبيقية انتظرها كثير المتعاملين الاقتصاديين خاصة وانه عدنا حوالي خمس سنوات لم يتم معالجة الطلبات هذا يعني متفهمين هذا الشعور بالطول الانتظام هو كان لقاء مهم لقاء تنسيق وتشاركي مع الوكالة ولكن ما تكلمناش على الفونسيان ديستريال انها هي مش وكالة تعالع قرصيناع فقط ولكن تكلمنا لانها هي قيمة تعهية المرافقة الميدانية للمتعامل الاقتصادي اليوم السيد عمار ركاش نشكره يعني كان فيه تبادل جد حيوي ومهم سجيل الاستثمارات بالنسبة للمزايا مفتوحة راهي مفتوحة منذ مدة يعني مليوم ولكن فقط الموديل يعني الفضاء المخصص لطلب العقار ما زال ما مفتحناش لانه في الاصل ما زال ما عندناش الحافظة الاولية احنا كوكالة جزائرية لترقيس الاستثمار انه نضمن انطلاق العملية قبل نهاية ثلاثي الاول قبل نهاية مارس بإذن الله تكون المنصة مفتوحة لتسجيل الطلبات بطريقة تدريجية باش نتفقوا هذه الان هذا هو التزام وهذا ايضا يعني تحدي راح نرفعوه لانه المسألة هذه ما لازمش تتاخذ بالبساطة هذه لانه هذا هذه ثورة في تسيير الاقتصاد اولويات تاع الصناعة والاستثمار هي باش ننصنعوا المواد الاولية في البلد اليوم كنشوف اليوم كنشوف يعني لشيفر امورطان تاع البروديد دامورتاشون شرطو اللي احنا نمشيو را سيكوريتي اليمنتر را سيكوريتي سانيتر را سيكوريتي نيرجيتيك دانك اللي بريوريتيتوانا اولا هذو هما و برا بورا سيكوريتي دانك يفودا كنشيو الاكتفاء الذاتي في عديد من الميادين وخاصة في المواد الاولية